موسيقى نحن نريد جيل صعبي ببعض المصري لا يسمع ولا يتأثر إلا بمصري وفي بعض الخليجيين يعتبر أن الدين عندهم واللي عند غيرهم هذا ما هو دين هذا كله جزء من نبتة شيطانية غرسة الاستعماع أقامت مؤسسة يقظة فكر مؤتمرا حول مبادرات تؤدي للتنمية في مصر بحضور ممثلي مؤسسة المجتمع المدني لاكتشاف طرق التنمية التي يجب أن نتبنىها الآن نحن مجموعة اسمها مجموعة عربية للتنمية الفكرية يقظة فكر الطرح اللي احنا بنترحه هو طرح جديد على مستوى مصر والوطن العربي احنا بنتكلم عن حاجة اسمها عالم الأفكار بنتكلم أن أي تغيير هيحصل في الناس أو هيحصل في مصر أو في الوطن العربي هيحصل من خلال حاجة اسمها عالم الأفكار نقدم لمصر إدراسات علشان نقدر نعمل تغيير في الفكر العربي الإنساني إحنا قدام إن شاء الله نهدف إلى توحيد أو نتفق على المستورات العربي نتفق على قيم وعلى أفكار وحدة تؤدي إلى النهضة والتغيير الإيجابي في الوطن العربي أنا أتمنى أن الجيل الحالي يتحرر أقله وقلبه من هذه المعاني من الاستعداد والاستكبار والاستعمار والاستبداد إحنا النهاردة يقصت الفكر هي اللي دعتنا هي بتعمل يوم بتجمع فيه الكل المؤسسات اللي بتأثر في المجتمع وإحنا نكون من ضمنهم وهي بتركز على الجانب المعرفي وإحنا بنركز على الجانب المهاري معاً مؤسسات بتركز على أن هي بتساعد الشباب ما يبقاش فيه فجوة بين سوق العمل والدراسته في الجامعات بحيث أن الطالب لما بيجي يتخرب بيحس أنه يقدر إلينا درسته ده يعني التايع مش عارف أنا عامل إيه ما بيشتغلش فإحنا بالتالي إن إحنا بنساعده إن إحنا هو قبل ما يتخرج إن شاء الله أو حتى لو تخرج نساعده إن هو يجيب شغل إزاي عن طريق السيشنز أو المحاضرات اللي معاً بتقدمها زي الانتروفيو سكيلز والسيفي رايتينج والجيوب حانتينج والآيك تست حاجات بتساعده إزاي اللي هو يجيب شغل والحاجات المهارات اللي تساعده ليجيب شغل تجافف الجهود لتنمية نصر هو المطلوب لعبور تلك المرحلة الانتقالية وشباب هم أمل الغد في إصلاح وإعمار مصر من جديد هذا الجيل القادم إياكم أن تولبثوهم أي شيء من آثار الاستبداد والاستعمار خلوهم جيل نهضة جيل عزة جيل حرية وازرعوا فيهم يطلط فيهم